قلبنا عضو مدهش يعمل بجد كل ثانية وكل يوم لتوصيل الدم والأكسجين لكل خلية في جسمنا ولكن عندما يحدث توقف مفاجئ للقلب يتوقف القلب بشكل غير متوقع الخفقان وبالتالي يتوقف تدفق الدم وبدون أي تدخل طبي يبدأ الدماغ ثم الأعضاء الحيوية في الجسم ثم القلب بالوفاة فرصة النجاة الوحيدة لهذا المصاب هي القيام بالإنعاش القلبي الرئوي تبدأ خلايا الدماغ بالتلف خلال أربع دقائق وبعد عشر دقائق سيكون من المتعدر إصلاح تلف خلايا الدماغ قدرة إنقاذ حياة الشخص تكون فعليا بيدك أنت قادر على إنقاذ حياة الشخص القيام بالإنعاش القلبي الرئوي سيحقق أمرين مهمين الأول أن الضغطات ستحرك الدم المؤكسج إلى الدماغ لإبقائه حيا والثاني أن الضغطات تحرك الدم والأكسجين إلى عضلة القلب لإعطائه أفضل فرصة لإعادة ضربات القلب الطبيعية بعد إعطاء الصدمة عندما تبدأ بالضغطات فأنت تنشئ مضخة إصطناعية وتقوم بنفس عمل القلب يذويا ومع كل ضغطات فعالة وجيدة فإنك تقوم بالضغط على المنظومة وتتسبب في تحريك الدم داخل القلب وإلى الدماغ يأخذ الدم بعض الوقت ليتحرك باستخدام الإنعاش القلبي الرئوي لذا من المهم أن تضغط بقوة وبسرعة كي تنشئ الضغط اللازم والذي يساهم في استمرارية ضخ الدم إلى الدماغ الضغط للأسفل بما لا يقل عن بوصتين يعصر القلب ويجعل الدم يتحرك خارجا يتطلب الضغط بمقدار 100 إلى 120 ضغط في الدقيقة لاستمرار ضخ الدم لنرى ماذا سيحدث إذا رفعنا يدنا عن الصدر سيتوقف ضخ الدم إلى الدماغ لهذا السبب إذا رفعت يدك عن الصدر كي تعطي أنفاسا أو تبدل الدور مع زميل آخر من المهم أن تقلل مدة تركك للصدر انظر ماذا يحدث فيما لو لم نقم بالضغط بشكل أقوى لا يصل الدم إلى الدماغ والأمر ذاته صحيح إذا لم نقم بالضغط السريع انظر ماذا يحدث عندما نضغط بشكل سريع جدا لن يكون هناك وقتا كافيا للقلب لتعبئة الدم وبالتالي لن يكون هناك دم كافيا ليضخ خارجا انظر ماذا يحدث عندما لا نعطي مجالا ليزول الضغط عن الصدر ويرتد لن يستطيع القلب من أن يمتلئ بالدم وبالتالي لن يضخ الدم خارجا ولهذا تذكر أن الغاية الرئيسية من إعطاء الضغطات هي الإبقاء على حركة الدم المؤكسة داخل القلب وإلى الدماغ كي يبقى الدماغ حيا نحتاج إلى أن نضغط بقوة وبسرعة في منتصف الصدر لا بأس إذا تكسرت الأضلاع لأنها ستلتأم ولكن ليس من المقبول أن تدرك الدماغ ليموت بسبب قلة الأكسجين لذا تذكر أنت هنا لتساعدهم افعل ما باستطاعتك ولا تيأس حتى وصول الخدمات الطبية أو يصل جهاز مزيل الرجفان الآلي أنت تستطيع القيامة بذلك